موسيقى موسيقى كتب نور الدين أفايا وبحث في مجالات مختلفة ودائما من زوايا فلسفية وفكرية نذكر من أعماله دراسة فكرية عن السينما عن الصورة والمعنى معتبرا أن المخرجين الكبار في العالم هم أيضا مفكرون كبار يذكر منهم صلاح أبو سيف ويوسف شهين عربيا وعلى المستوى العالمي كوبولا وفليني وسبيلبرغ وغيرهم الكثير وفي مجاله المباشر له كتاب هام عن النقد الفلسفي وهو الحاصل على جائزة أهم كتاب عربي عام 2015 فهو دراسة لجناليوجيا النقد كيف تشكل النقد في الفكر الأوروبي ابتداء من كونت إلى آخر فلسفة الاختلاف ثم أهم شيء في هذا الكتاب هو النزاعات النقدية التي تأسست في الفكر العربي المعاصر ابتداء من الخمسين سنة الأخيرة هذا الكتاب اخترت له عنوان الوعي بالاعتراف في مجموعة دراسات تتعلم هذا الذي تضمن كلام عن المرأة والجنال هذا الذي تضمن بحتا عنوانته بكتابة المرأة أو تأنيت العالم طبعا ودراسات أخرى حول المعرفة والكفاءة تأنيس العالم انطلاقا من رؤية ابن عربي أم من رؤيتك الخاصة؟ لا انطلاقا مما نعيشه اليوم في المجتمع الاستهلاكي والصعود الكبير للتقافة النسوية وتأثيرها العميق جدا في الأحاسيس وفي السلوكات وفي الأدهان وفي العلاقات وكيف أن أحيانا حتى بعض المظاهر الرجلية بدأت تتراجع ومن أعماله الملفتة هي صورة الغيرية عن الأنا والآخر وقد اشتغل مطولا على هذا الموضوع الذي تناول فيه تجليات الآخر في الفكر العربي الإسلامي وبالطبع هذا السؤال التاريخي يواكب الشعوب أينما حلت أو ارتحلت في كل مستوياته فهو سؤال هوية هو سؤال وجود وهو سؤال سياسي واجتماعي وأمني يزداد إلحاحا حسب أحوال المجتمعات والدول في صعودها وفي سقوطها ولعله الآن في الربع الأول من القرن الحالي السؤال الأكثر إلحاحا وحدة لأن العالم العربي مرة أخرى تعرض لي مجموعة من أشكال الاعتداء العالم العربي كان مستعمراً وما زالت بعض مناطقه مستعمرة فهذا المد والجزر ما بين الإسلام والغرب بالخصوص في حوض البحر الأبيل المتوسط لأن هذا الحوض هو الذي يشهد على طبيعة صور التي تم إنتاجها حول الذات وحول الآخر حسب الفترات التاريخية من بروز الظاهرة الإسلامية والتجربة الإسلامية والتجربة التاريخية الإسلامية إلى اليوم مروراً بحملات الجهاد والصليبية والمواجهات والحروب إلى الاستعمار إلى ما بعد الاستعمار إلى آخر إلى آخر وبالتالي فإن في كل الأحوال كما يقول أستاذ عبدالله العروين الآخر الغرب حال فينا بحكم الوجود الاستعماري الذي اغتصب هذا الكيان العربي الإسلامي بأشكال مختلفة حسب التجارب الخاصة لأنه مثلاً حينما نقارن بين ما جرى في تونس في علاقتها بالاستعمار الفرنسي أو المغرب في علاقته بالحماية الفرنسية والإسبانية ليس هو ما جرى مثلاً في الجزائر جزائر كان أكثر ترجلية حينما نتحدث عن هذا الآخر علينا أن نتحدث عنه بكثير من الحدار وبكثير من تمييز فيما يتعلق بالتجربة التاريخية والوجودية والتقافية التي لكل مجتمع في علاقته بهذا الآخر لأن هذا الآخر قد يتقدم إليك باعتباره غازياً قد يتقدم إليك باعتباره تاجراً باعتباره مفاوضاً باعتباره مهادناً كما قد يقد تقدم إليك باعتباره يريد أن يجدت كيانك ويقضي عليك ويستمح مقدراتك كما هو حاصل بأشكال مختلفة اليوم بالرغم من كل أشكال مقاومة التي تظهر هنا وهناك وبالتالي فإن سؤال آخر سؤال راهن ودائم ولكن طبيعة هذا الآخر تتغير بطبيعة علاقات القوى الموجودة في العالم هذا الآخر الذي كان يسمى الغرب بتعدده وتنوعه وبتعدد وتنوع مصالحه في العالم العربي أصبح الآن معرض إلى تغيرات كبرى بالنسبة حتى للنظرة العربية الإسلامية اليوم وبالتالي قد تجد بعض الخطابات العربية الإسلامية تنتج ما لا يمكن تصوره من مقاومة ضد هذا الغرب ولكن تجدها أكثر استعدادا للتنازل لهذا الغرب من غيرها بما فيها الإسلام السياسي طبيعا لأنه أيضا هو يستفيد من كل التسهيلات الغربي لحضوره لمزاولة حضوره بكل أشكاله ومثل ما ذكرنا ربما الآن أيضا صورة الآخر في بعد الفلسفي البعد الروحي أظن الآن لا تتحقق أو تبان تظهر إلا بوجود الآخر طبعا فإذا نحن كلانا بحاجة لبعض كما المرآة اللي بتشوف فيها نفسك وهذا يتحقق أظن بدأ شوية يمكن توازن توازن مش بالقوى بالمعرفة لحتى نعمل هذا التصالح تنشوف نفسنا في مرآة الآخر سوية وليست في مستوى رجراج وتحس بالدوني أحيانا لأنه يتقدم عنا كثيرا نعم شوف هو المتقف العربي مطالب بأن يخوض معارك لا أكثر من جبهات أكثر من جبهات أولا المتقف العربي اليوم عليه أن يقدم ذاته على أساس أنه كائن قادر على إنتاج المعنى ذلك أنه رهان ذاتي مع نفسه نعم المتقف العربي عليه أن يعود إلى تراته وإلى الترات لكي يصفي حسابه مع هذا الترات بطرق مختلفة وبمناهج ووسائل معالجة مختلفة ومتنوية عليه أن يصفي حسابه مع هذا الإرث الاستعماري الضخم الذي تركه الاستعمار في أرضنا وفي وجودنا وفي وجداننا نحن نتتصور بأننا لأننا تحررنا من الاستعمار وحينما نتأمل جيدا سنلاحظ بأن كثير من المظاهر التي ترتبط بهذا المنطق الاستعماري ما زالت حاضرة ومبتوطة ومتواجدة فيما بين مؤسستنا أو في مؤسستنا وفي بين علاقتنا رابعا على هذا المتقف أن يعبر عن وجوده أيضا من خلال التزامه داخل المدينة وداخل الجماعة وداخل المجتمع الذي يعيش فيه لأننا نطالبه أن يكون ملتزما ولهذا يروج كثير من الكلام حول صمت المتقفين واستقالة المتقفين إلى آخره ثم آخرا هذا المتقف عليه أن يواكب التطور المعرفي الإنساني العالمي وبالتالي فإن هذا المتقف يجد نفسه أمام معارك وجبهات مختلفة لكي يتبت ذاته انطلاقا من هذه الرهانات المطروحة عليه باستمرار ولذلك فإن المعرفة أنا بالنسبة إلي وبالنسبة لكثير من الناس في كل الأحوال هي الرافعة التي يمكن للمرء أن تساعده على على ثقتي في نفسه أولا لأنه بهذه الثقة يمكن أن أعرض أفكاري للمناقشة مع الآخرين حينما تنقصون الثقة في أفكاري لا يمكن أن أعرض هذه الأفكار إلا سوف تصدر عني ردود أفعال متشنجة والبعز الثقة هي المعرفة واستبعالي للآخرين وبالتالي كما يقول عبد الكبير الخطيبي وواحد المفكرين المغاربة العاصلين في ضمي حينما تكون هذه الثقة في الدات وحينما يكون الإنسان متصارح مع صورته وحينما يكون مطمئنا إلى معرفته بالمعنى الذي أشرت إليه يكون مطمئنا في سجالاته وفي حوارته مع الآخرين وانت تعرف عفوا وانت تعرف بأن الخطيبي لم يكن تردد في أن يناقش الجميع مفكرين كبار في 1973 أصدر كتابا في مناقشة جون بول ساتر بعنوان ذو ميتو بلونكو وفيه يناقش جون بول ساتر حول موقفه من إسرائيل ومن الصهيوني ويناقشه فلسفيا جميل فلسفيا إلى مناقشته الطويلة التي جرت مع جاك ديريدا الفيلسوف الفرنسي المعرفة ومناقشات لا حصر لها وبالتالي حينما يكون مزود ومضمئ كما قلت له إلى هذه الأمور أتصور بأنه لا يشعر بأي إحراج وهو يناقش وهو يجادل وهو يتبت باعتباره إنسانا إنسانا ينتمي إلى أرضه ووطنه ولكنه له الحق ومن واجبه أيضا أن يكون وأن يدعي بأنه ينتمي إلى العالم إلى الكون لا لعل غياب العقل من النقد وثقافة السؤال أو حضورهما الخجول في المنظومة المعرفية في ثقافتنا من الأسباب التي جعلت مجتمعاتنا مستكينة لثقافة التقليد ومن الأسئلة التي يطرحها الدكتور نور الدين أفايا في نصه الفكري ماذا نريد أن نصنع من أجيالنا أو من إنساننا هل نريد أن نجعل منه كائنا حرا قادرا أن يتعلم كيف يفكر وقادرا على المبادرة والمشاركة وكيف يساجل ويواجه ويحل المشكلات أم أننا نريد منه إنسانا خنوعا خاضعا طيعا وهذا هو السؤال الكبير أما الفلسفة كما يقول فما هي إلا وسيلة من الوسائل التي تساعد على شحذ الأذهان وتعلم الحس النقدي وتقبل الآخر وتعلم الحب أيضا وكل هذا يحتاج إلى الحرية فكيف يمكن أن تؤسس لمنظومة تعليمية يمكن أن تصنع هذا الإنسان بالمواصفات التي أشرنا إليها وأن تتخاف من الحرية كيف يمكن الفلسفة تعلمك أول ما تعلمك هو أن تفكر بشكل حر وأن تفكر اعتمادا على ذاتك وبالاستفادة أيضا من أفكار الآخرين ونصوص الآخرين وتجارب الآخرين ولكن إذا كنت في الأصل تخاف من الحرية وتخاف وتتضايق من النقد وهذه مشكلتنا لأن هناك من الناس الذين يدعون نشر الفكر النقد وهم غير قادرين على تحمل النقد لما يقومون به ومن يمتجونه وهذه مفارقة كبيرة حتى من بين مجموعة كبيرة من المفكري العرب لكن هذا لا يعني لا يعني أنا أتصور وهذا ما حاولت أن أدافع عنه في كتاب في النقد في المعاصر مصادره الغربية وتجلياته العربية أنا أعتبر بأن في الخمسين سنة الأخيرة الفكر العربي أنتج مفاهيم وأفكار واقترح على التقافة العربية آفاق نظرية وفكرية جديرة بالاحترام وبالتقدير ولكن هذا الضجيج السياسي وهذا الضجيج الإعلامي الذي يذهب في اتجاه ما يتير الحواس ويتير الوجدانات والانفعالات جعل من هذه الأفكار ومن هذه المنظومات المقترحة من طرف مفكيرين كبار ومحترمين ولهم مكان في العالم في العالم جعل من هذه الاجتهادات اجتهادات هامشية في الظل لا تأثير لها على المجال العام وعلى المؤسسات وعلى الإعلام وعلى الأسر وعلى الأدهان إلى آخر أنا يبدو لي بأن المجتمعات العربية بسبب ما تعرضت له من رضات ومن اهتجازات ومن أشكال مختلفة من الاستعمار والغيام الاستعمار والإهانات أصبح أصبحت بشكل عام هناك طبعا استثناءات وبالخصوص بنشر الفكر الضغمائي فانتشار هذا الفكر الضغمائي جعل الفكر النقدي والفكر المبادر والفكر التنويري يعني يجد صعوبة جمع لكي ينتزع لنفسه أدوارا ومراقع هكذا أتصور الأمر ولكن ليس معناه هذا على الإطلاق في ظنه أن هذه المجتمعات لا تتضمن خزانات كبرى من الذكاء والشباب وهذا مشكلة الأنظمة الاستبدادية أنها تخاف بقدر ما تخاف من الحرية تخاف من الشباب ومن النساء لأن هذه القوى هي التي تمتلك طاقات على استشراف الزمان وعلى العطاء وعلى المبادرة لأنها تريد أن تفرد ذاتها على المجتمع وحينما يريد هؤلاء أو هذه الفئات بحكم دكائها وحكم قدراتها على العطاء أن تفرد ذاتها تجد ما لا يحصى من العوائق ومن العراقين ومن المتبطات التي تمنعها من أن تفرد ذاتها على المجال العام وفي المؤسسات وفي المواقع الأخير في جفاء معناته في جفاء مع المنظوم الكبرى ومع الحداث بمفهوم الشامل الكل يعني هذا الجفاء بدون شكله تاريخ ولكن إلى أي مدى ممكن أن يستمر لا نملك إلا أن ننظر إلى التاريخ نعم وإلى النصوص والتحاليل المختلفة التي يقوم بها الباحثون لهذه النصوص وللوقائع ولمختلف تمظهورات المجتمعية التي تحصل سواء كانت هذه تمظهورات من طبيعة سوسيولوجية أو اقتصادية أو تقافية أو سياسية فمن الصعب علي أن أستشرف شيء عملية عملية الاستشراف في ظروفنا الراهنة عملية تشكل مغامرة ومخاطرة أنا شخصيا قادر أن أخوض فيها وبالتالي فأن يجب أن ننطلق مما هو كائن ما هو كائن وهو أن هناك نقص فعلي في استنبات الفكر العصري في مجتمعاتنا وفي مؤسستنا وفي أدهاننا وفي أيضا في بنية وجداننا فلا يكفي أن تكون عصريا على المستوى المظهري وأنت محافظ ضغماء متعصب في دواخلك ولا يكفي أن تأتي ببعض مظاهر الحداثة على المستوى السياسي من خلال دستور ومن خلال انتخابات واتهم للثقاف لكي تقدم نفسك بأنك ديمقراط قد يكون مكررا هذا الطرح في كله أو في بعضه ولكن تكراره يتأتى دائما من أسباب طرحه المتعلقة بصطوة التقليد وثق لي ما يعيق التقدم والدخول في زمن الحداثة خلينا نعود شوي للأشياء الشخصية كيف بلشت رحلتك مع المعرفة لنقول من أين أتيت عن البيئة الأولى يعني شو اللي دفعك لأن تذهب إلى الأسئلة أنا جئت إلى المعرفة أو إلى الفكر بالصدفة بالصدفة تماما أنا أنتمي إلى عائلة متواضعة جدا والكتاب الأساسي الوحيد الذي كان في المنزل والقرآن ولكن كانت هناك منظمة أخلاق داخل هذه الأسرة المتواضعة مفادها العمال المبادرة الاجتهاد والنجاح بطرق مختلفة تكون مستحقة نعم تكون مستحقة لهذا تحدث عن منظمة أخلاقية وبالتالي فحينما درست وجدت أمامي في الوسط الذي تحركت داخله هذه اللقاءات الجميلة مع أصدقاء ومع مصادر تأثير يعني ساهمت في صنع هذا الذي يتحدث منها كما قلت لك أصدقاء لا داعي لكي أذكر أسماءهم لعبوا أدوار حقيقية في حياتي وهذه التجربة الجمعوية التقافية التي كما قلت لك ساهمت في تكسير نوع من الخجل العميق الذي كنت أعاني منه أنا كنت طفلا وشابا خجولا والعمل السينمائي والتنشيط السينمائي حررني من هذا الخجل من هذا الخجل بشكل تدريجي وجعلني أتق بذاتي ناقا وفض الممارسة والمناقشة والجدال والبحث والعمل إلى آخره أنا أتيت أيضا إلى الكتابة ولكن أتيت إلى الكتابة بسبب نجداني شخصي إنساني عنوانه الحب جميل الحب كان من المحفزات الرئيسية التي دفعتني إلى أن أكتب أظن هو الحب المحفز الوحيد الذي يجعل الإنسان مدعا الحب المعنى الكبير حب المرأة وحب الآخر نعم ستجد في كتاب الوعي بالاعتراف فصل بأكمله حول المرأة والكتابة نعم نعم ستجد بأنه فيه فيه مقاطع كبرى حول ما أسميته بالعشق وتوتراته جميل ويبقى الرهان على ثلاثية الحب والجمال والمعرفة رهانا جيدا لعشاق الحرية هذا بعض من تجربة هذا المفكر نور الدين أفايا جارو أبي رقراق اشتركوا في القناة